حرمان الوالد وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فهذا حق للوارث لا يجوز لأحد أن يقطعه وهو حكم الله جل وعلا وحد الله ومن يتعد حدود الله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ولا يجوز التلاعب بالموارث وحرمان بعض أهلها لأي سبب من الأسباب لأن هذا حق أعطاه الله إياه فلا يجوز لأحد أن يقطعه وأن يمنعه منه ولو كان مسيئا إلى والده ولو كان مخطئا في حق والده فلا يجوز للوالد أن يقطع ميراثه والله يعوض الوالد عما حصل ولا يجوز للوالد أن يتصرف ولا لغير الوالد أن يتصرف في الموارث بحرمان بعض الورثة وزيادة بعض الورثة على ميراثه وغير ذلك نعم